هذا وتأتي جولة وزير التربية والتعليم بعد أن أعلنت الوزارة أن نظام الدراسة للعام الدراسي المقبل 2022-2023 في جميع رياض الأطفال والمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بكافة المراحل الدراسية سيكون حضوريا بشكل إلزامي لجميع الطلبة وكانت مملكة البحرين قد بذلت جهودا كبيرة منذ بدء جايحة كورونا لضمان سير العملية التعليمية لدى كافة المراحل فأفريق البحرين بمؤسساته كافة أسهم في نجاح العمليات التعليمية بجهود خالصة خدمة لأبناء الوطن عودة الطلبة في كافة المؤسسات التعليمية بمملكة البحرين بشكل إلزامي غير اختياري حدث وخبر يحمل الكثير من الأوجه الإيجابية المبهجة بعد مرور أكثر من عامين على جائحة كورونا هنا البحرين وجهود أبنائها الذين أسهموا بعون من الله وتعاون بروح الفريق الواحد من الإبحار بالمركب إلى بر الأمان وهنا الأب القائد الملهم المعظم الذي يؤمن بأن التعليم ارتقاء بأبناء الوطن لأفاق أرحاب أبنائي وبناتي إنها لفرصة طيبة أن أتواصل معكم من موقعي كولي أمر وأبن حب حبر هذا الاتصال المرئي الذي أتاحه لنا هذا البرنامج للإطمئنان على سير تعليمكم وتحصيلكم العلمي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر على العالم أجمع وتتصدى لها بلادنا بكل عزيمة وصبر وثبات وبهذه العاطفة الأبوية المحبة والتحفيز سار التعليم خلال جائحة كورونا بالتعليم عن بعد ومن ثم الحضور اختياريا في المدارس والجامعات وما أكد هذا النجاح هي الأرقام التي نشرتها وزارة التربية والتعليم طوال الفترة السابقة ففريق البحرين بكافة المؤسسات أسهم بنجاح العملية التعليمية بجهود خالصة خدمة لأبناء الوطن الأمر الذي أكد سير العملية التعليمية على أكمل وجه وما بعد ذلك هو ما جاء على لسان وزارة التربية والتعليم التي أعلنت أن نظام الدراسة للعام الدراسي القادم في جميع رياض الأطفال والمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بكافة المراحل الدراسية سيكون حضوريا وبشكل إلزامي لجميع الطلبة وأوضحت الوزارة أنه لن يكون هناك تخير لأولياء الأمور وذلك حرصا وتأكيدا على أن البيئة المدرسية هي التي تعلم وتعزز العلاقات الاجتماعية للطلبة أيضا أعلن مجلس التعليم العالي أنه ابتداء من العام الدراسي القادم سيتم تطبيق نظام التعليم الحضوري للطلبة في كافة مؤسسات التعليم العالي أي أن أبناء الوطن ومن سوف يقودون عجلة التنمية قريبا على موعد لتلقي التعليم داخل أروقة الجامعات الولادة في تلك البيئة التي تخرجت منها الكفاءات الوطنية فلا غنا عن التعلم الحضوري بعد أن من الله علينا بتجاوز الجائحة بروح الفريق الواحد فريق البحرين اشتركوا في القناة